أكد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قلون الأحزاب السياسية رقم أربعين لعام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين وذلك بهدف تنمية وتطوير الحياة السياسية وخلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية في مستهل الجلسات النقاشية للإسبوع الثاني من الحوار الوطني أكد المشاركون أن تعزيز دور الأحزاب يأتي من داخلها من خلال الممارسة الديمقراطية والتواصل المباشر مع المواطنين